بجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام في كل مكان في يزيء تعطيق القصاد أعلن المهندس طارق المنلى وزير البترول والسروة المعدنية بدء تجارب تشغيل الانتاج التجاري للذهب من موقع إيقاط بجنوب مصر هذا الموقع اللي بيأتي طبعاً تتويجاً للخطة الطموحة التي تم وضعها لبدء الانتاج مبكراً في ظل ما يتميز به هذا الموقع هذا الموقع الذي تقدر الاحتياطيات منه بنحو 1.2 مليون أقية من الذهب بتبلغ نسبة الاستخلاص في 95% تعتبر طبعاً من أعلى نسب الاستخلاص أهم ما يميز الموقع بأنه استثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية شركة شلاتين التي تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً مع القطاع الخاص المصري تم تكوين شركة إيقاط لمناجم الذهب بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية وشركة الثروات والموارد للتعديل القائم بالأعمال في منطقة الكشف ومن ثم تم البدء في العمل على إقامة تسهيلات وبنية تحتية ذات كثاءة عقلية والتشغيل من خلال مجموعة من الشباب المصري ذوي المهارات والخبرات ضمن منظومة بتضم معهم بعض الخبراء العالميين المتخصصين أصبح موقع إيقاط أصبح موقع إيقاط ببدء تجارب تشغيل الإنتاج التجاري ثالث موقع مصري بيقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة طبعاً بيضاف إلى الخطوات الهمة التي يحققها ملف التعديل كما يعد أحد ثمار استراتيجية وزارة البترون والسروة المعدنية للتطوير وتحديد قطاع التعديل الوعد وأيضاً لزيادة مساهمته في الناتج القومي وتنمية المجتمعات التي يتواجد بها من المتوقع مع ما تحقق من إصلاقات في قطاع التعديل جاز بمزيد من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لسيما بعد بدء الإنتاج والإعلان عن نتائج مزايدة الذهب العالمية مؤخراً والتي أصفرت عن فوز 11 شركة عالمية ومحلية بمناطق امتياز للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغرالها المهندس طارق الملة تفقد ما تم من تقدم في الأعمال وسير عملية إنتاج الذهب بدءاً من عمليات الحفر ونقل الصخور من جبل إيقاط إلى وحدة التكسير وتحنها ووضعها في الأخواض الخاصة بالاستخلاص كل هذا طبعاً تمهيداً لعملية الصهر واستخلاص الذهب وإنتاج السباك وما تمت إقامته من بنية تغطية لتحقيق بدء الإنتاج من الكشف ومراحل العمل المختلفة وزارة البترول بتعمل على خطط طموحة لزيادة مواقع الإنتاج ومواقع البحث والاستكشاف التعديمي طبعاً كل هذا بيفتح الباب أمام زيادة هذا النشاط وما يحققه من عوائد اقتصادية وفرص عمل بتوفرها الشركات الوطنية التي تقدم الخدمات في مجال توفير أجهزة الحفر والقياس والشحن والنقلة كل هذا بالإضافة إلى وجود مناجم بمنطقة امتياز إيقاث تم فيها حالياً أعمال البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياط والإنتاج أشعر المهندس طارق المولة لأنه بيتم حالياً إنتاج سباك مبدئية بيتم دمغها من خلال مصلحة الدمغة والموازين باللعيار المناسب لنوعيتها أو دمغة الذهب المستخرج من المناجم وختمه بالكود الدولي وهو أربع تساعات طبعاً كل هذا تمهيداً للتصدير أو استخدامه فيه زيادة احتياطيات مصر من الذهب بالتعاون مع البنك المركزي إلى هنا نكون وصلنا مع حضرتكم لنهاية هذه التغطية وكنا نستعرض معكم كل التفاصيل الخاصة ببدء تشغيل وأيضاً تجاري تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع إيقاط بجنوب مصر شكراً لحضرتكم على المتابعة وإلى اللقاء شكراً للمشاهدة